حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال قال سهل الأنصري وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبن خمس عشرة في زمانه حدثني أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما أن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها حسنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرني يونس عن الزهري عن سهل بن سعد الأنصري وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبن خمس عشرة سنة قال حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون بها في قولهم الماء من الماء رخصة كان أرخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سهل عن أبي نحوه قال ابن المبارك فأخبرني معمر بهذا الإسناد نحوه حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال قال ابن شيهاب قال سهل بن سعد وكان قد بلغ خمس عشرة سنة حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسامع منه أخبرني أبي بن كعب وذكر نحوه حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سهل بن سعد الأنصري وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسامع منه وذكر أنه ابن خمس عشرة سنة ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون بها رخصة كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعد حثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثني عمرو بن الحارث عن ابن شيهاب حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد أن أبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها رخصة للمؤمنين لقلة ثيابهم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها بعد يعني قولهم الماء من الماء حثنا عبد الله بن الحارث حدثني الأسلامي يعني عبد الله بن عامر عن عمرنا بن أبي أنس عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألا عن المسجد الذي أسيس على التقوى فقالا هو مسجدي حدثنا أبو نعيمين حدثنا عبد الله بن عامر الأسلامي عن عمرنا بن أبي أنس عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد الذي أسيس على التقوى مسجدي هذا